لا تهتموا أحبائي لأنه فعلاً الله هو الإله السيادي الكاملة على كل شيء في هذا الوجود هو المعطي والمحسن والجواد وأنه حتى لو اهتمينا مش راح يفيد أي شيء يعني هو قعد من هون لبكرة مش راح تزيد صنطة وحدة على قامتك ما بغيرش أي شيء بل بالعكس راح تتعب نفسك وتتعب الناس معاك وتتعب عيلتك أيضاً معاك شيء آخر لا تهتم لا تقلق لأنهم بالحقيقة إحنا مؤمنين ولا لا المفروض إحنا أولاد الرب وبنات الرب فإذا أنا مش لازم أقلق لأنه إحنا أولاد الرب ومش لازم أقلق لأنه إذا إحنا أولاد فالله هو أبينا هو بيعرف احتياجاتنا وبيهتم فينا هو الحنان وهو اللي بيهتم كنت فتن وقد شخت ولم أرى صديقاً تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاً الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي لا يمنع خيراً عن السالكين بالكمال يملأ مؤونتك دهناً يملأ إلهي جميع احتياجاتكم فلا تقلق لأنك أنت ابن أنت بالرب تذكر مركزك أنت ابن ملك الملوك ورب الأرباب هو أبوك بعيلك بيهتم فيك ثم أحبائي لا تهتموا ولا تقلقوا لأن الكلمة بتعني التشتيت اللي بيقلق هو الشخص المشتت بتعني التمزيق يعني الشخص الذي يتمزق الشخص اللي بيهتم كتير بيفقد الراحة بيفقد سلامه وبصراحة بيفقد كمان أعصابه بكتير مرات خلينا نحكيها بكل صراحة القلق خطية كأنك أنت بتحط الرب جانبك أنه مش موجود الرب موجود أنت لما بتقلق كأنه الله مش موجود في حياتك فالقلق خطية مكتوب أنه الله يطعم العصافير بيهتم بالعصافير وأنه الله يكسو زنابق الحقل قلقنا بضاعف متاعبنا ومخاوفنا من الغد كأنه يعني كل شيء رح ينتهي فلما منقلق منفقد السلام والاعتماد عليه منعتمد عن الرب وطبعا نصاب بالإحباط بالحزن وبالكآب أيضا لا تهتموا حتى اليوم على فكرة الأطباء بيحكوا لنا أنه القلق بيسبب أمراض نفسية كتير وكمان بيسبب أمراض جسدية يعني كل ما بتعمله مش بس ما بتزيد على على قامتك ذراع أنت بالواقع أنت عم تأذي نفسك من جوا المسيح قال يا قليلي الإيمان يعني يعني بالإيمان احنا المفروض نتحرك بالإيمان الاعتماد والثقة الكاملة على الآب السماوي وأن يكون هو الأول والأولوية في حياتنا القلق بسبب أمراض بتخليك دايما محبط دايما حزين دايما مهموم يعني والحزن والهم عم بخليك يعني بيحني ضهرك مثل ما واحد بالإنجليزي بيقول don't worry be happy فالفكرة أنه لا هاي السعادة الإلهية اللي قالها يسوع المسيح طوبى لكم يا لسعادتك يا لهنائك يا لبركتك يا لغبطتك يا لفرحك يا لغناك هذا ما يقصده يسوع المسيح فإذن القلق بخلينا نفقد إيماننا نفقد شهادتنا وبنفقد فرحنا وبنفقد تأثيرنا بطل ما نركز على الأمور أنه نأخذ الإنجيل نبتدى نركز على أنفسنا مهمومين بسبب ظروفنا وبسبب أحوالنا الرب يسوع بقول القلق هو من صفات الأمم يعني إحنا فينا كمؤمنين نقدر أن نحط ثقتنا في الرب والرب بعلمنا من مدرستين مدرسة الطيور ومدرسة طبعا الطبيعة والحقول والزنابق حتى في كل الخدم يعني إذا بتقرأ في الكتابات العبرية عن الخدم شو كانوا بيلمسوا في أيام سليمان اللي بيخدموا شيء مبهر جدا فالرب يسوع بقول زنبأ وحده اللي في الحقل في الطبيعة ولا كل سليمان في مجده كان يلبس كواحدة مثل هذه الزنابق اللي هي خليقة الله فانظر إلى طيور السماء تأمل زنابق الحقل بالانجليزي دائما بيقولها smell the roses روح شم عطر الورود ارتاح نفسيا ريح نفسك ارتاح من الضغط حتى لا يرتفع ضغطك وترفع ضغط خيرك فانا بصلي الرب يعطيك شفاء كامل في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر